مشاهدين الكرام وللمزيد من التعليق والحوار ينضم معنا المحلل السياسي حمزة مصطفى بداية مرحبا بك يعني لقاءات جديدة بين بغداد والرياض وعمان يقودها الكاظمي والحلبوسي اليوم يبدو أن قمة بغداد لم تكن كسابقاتها وهناك رغبة في تطبيق مقرراتها وأهدافها أنتم كيف ترون الأمر تفضل نعم شكرا جزيلا لك حسن المشاهدين قناة الرشيد الكرام نعم بالفعل قمة بغداد أثبتت وكما أكدت جميع سواء كانت في العراق أو خارج العراق أنها من القمم المهمة التي عقدت كل الفترات الأخيرة فهي قمة بالنسبة للعراق غير مسبوقة منذ فترة طويلة حيث جمع العراق دول إقليمية وليست فقط دول جوار ومخرجات القمة كما هي المؤشرات ذات فائدة على الجميع وبالتالي أولا مستوى الحضور كان لافت وهذا يعني أن القادة الذين أرادوا الحضور إلى العراق أرادوا أن يحضروا بأنفسهم لأن يمثلوا بمستويات قل وهذا يعني أن القضية جادة ثانيا أن الأمور المطروحة في القمة كانت مهمة على كل المستويات ثالثا اللقاءات الثنائية والثلاثية التي حدثت داخل القمة هي الأخرى أحد أبرز أسباب نجاح هذه القمة الجهود التي بذلها السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظم على صعيد تنظيم وأعداد هذه القمة كانت مهمة بالفعل الزيارة التي قام بها اليوم أمس واليوم أمس رئيس المدلس النواب الأردني بدعوة من سيد رئيس البرلمان الأستاذ محمد الحلبوسي واليوم وزير الداخلية السعودي إلى العراق ولقاءهما بالرئيسين الكاظمي والحلبوسي يؤكد مدى اهتمام هذين البلدين الشقيقين بالعراق يعني سيد حمزة حفواً على المقاطع اليوم الرياض تتحدث في لقاءاتها أو لقائها اليوم مع الحلبوسي والكاظمي عن رغبة جادة في تطوير العلاقات وبالمقابل طهران تتحدث عن تفاهمات مهمة مع الرياض خلال لقاءات قمة بغداد ما أثر تحسن العلاقات بينهما على العراق خاصة أن العراق عانى كثيراً من التوترات نعم هذا أحد طبعاً موضوع اللقاءات السعودية الإيرانية سبقت قمة بغداد كانت هناك ثلاث لقاءات عقدت في بغداد بين وفدين سعودي وإماراتي والتصريحات بين البلدين كلها تؤكد أن هذه اللقاءات كانت جادة ومثمرة وهذا يؤكد دور العراق المحوري في هذا الشأن يضاف إلى ذلك أن العراق بالفعل الذي كان في خلال الفترة الماضية ساحل تصفية الحسابات بين الأطراف الإقليمية والدولية أصبح الآن قادر على أن يجمع هذه الأطراف ويتفاهم في بغداد وبالتالي سيكون لهو الدور في تمتين أواصر العلاقات بين هذه البلدان سأتحدثنا عن العلاقة السعودية الإيرانية أو العلاقات البينية بين العراق والدول العربية والدول الإقليمية وكذلك الدول العالمية أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وسواها من الدول التي ترتبط بعلاقات صداقة وعلاقات مصالح مع العراق طيب بالانتقال لملف الانتخابات يعني المفوضية تجدد التأكيد على اتخاذها الإجراءات الكفيلة بتحقيق نزاهة الانتخابات ما جدوى ذلك في ظل سلاح المنفلت والمال السياسي ألا تجد أن هذه الإجراءات ما هي إلا هواء في شبك بوجود الانفلات يعني هذا الموضوع صحيح لكن بنفس الوقت هل مثلنا استسلم ونبقى بدون إطار سياسي للعمل في العراق لأنه إحنا بلد ديمقراطي يعني هذه العملية السياسية التي بنيت بعد أن في يوم الثلاثة بنيت على هذا الأساس صحيح هي جاءت في سياقها المحاصصة وهي التي فتحت الأبواب أمام كل أو شرعنت حتى الفساد والمال السياسي وسواه لكن بالنهاية أنت لا تملك البديل حتى الآن الحل الوحيد للقضاء جزئيا على مثل هذه الأمور هو المشاركة الواسعة في الانتخابات بمعنى أنه إذا ما شارك العراقيون بنسب كبيرة جدا سيقل تأثير المال السياسي وسل هذا السيناريو حدث في 2018 وكانت الدعوة لجماهير الذهاب إلى صناديق الاقتراع والتغيير من خلال صناديق الاقتراع لكن كانت عمليات التزوير واضحة جدا هل بقيت الثقة موجودة الآن لدى المواطن العراقي للذهاب مرة أخرى وإعادة نفس السيناريو؟ لا 2018 ما حد راح الانتخابات كانت هي الأسوأ في تاريخ الانتخابات العراقية نسبة متجاوزة عشرين أو ربما أقصى حد خمسة وعشرين طيب هذه في 2018 فهذا مؤشر على أن الناس قاطعوا وهذا السبب الذي جعل القوى السياسية التقليدية من 2003 إلى اليوم تعيد إنتاج نفسها لنعدها جمهور ثابت القوى الأخرى التي لا تشارك هي التي تتيح لهذه القوى استمرار العمل واستمرار النهب واستمرار السيطرة والنفوذ وما إلى ذلك أستاذ حمزي المعطيات تشير إلى مقاطعة كبيرة للانتخابات هل ستستغلها أيضا الأحزاب الفاسدة من جديد لتواصل المسك بزمام الأمور؟ وما الحلول؟ خاصة أن المواطن لا يعول على أي من الكتل الكبيرة مهما اختلفت مسمياتها كونها مشتركة بالفساد بشكل أو بآخر طالما القوى التي تعارض سواء كانت قوى سياسية أو قوى شعبية أو بعض الأصوات هنا وهناك تقاطع الانتخابات أو تعارضها ولا تقدم البديل فهذا أجمل هدية تقدمها للطبقة السياسية الحالية يعني الطبقة السياسية التي تتحكم بالمشهد السياسي على مستوى البرلمان والحكومة في كل مكونات أثمن هدية تقدم لها أو شيء الذي تفرح له عندما تجد تجمع أو جهة أو جماعة تقول إننا قاضعنا الانتخابات أو انسحبنا منها لأن هذه الجهات لا تقدم بديل هي فقط تتيح لها التمجل وإن قدمت هذه الجهات بديلا كاملا يعني هناك مثلا تشكيل المعارضة إن قدمت هذه التشكيل الجديد المعارضة بديلا لما موجود الآن في الحكم كيف سيكون الأمر؟ بالعمل الديمقراطي المعارضة هي جزء من العمل السياسي يعني هي ليست معارضة بسياق آخر لأنه البديل بدون عمل سياسي هو الانقلاب تحدثنا عن الدكتاتوريات التي مجرد تصدر بيان رقم واحد وتغير النظام السياسي الآن في العراق لا يتغير النظام السياسي بهذه الطريقة يتغير بصعب رصديق الاقتراع لذلك المعارضة ممكن أن تشارك في الانتخابات وإذا فازت تشكل الحكومة وإذا لم تفز تشكل كتلة برلمانية قوية تراقب هذه الجهات وتستطيع أن تتصرف وتلجم أي سلوك غير صحية وبالتالي تتكون لنا حكومة موالات ومعارضة ظل يمكن تشكل حكومة ظل أما المعارضة التي غرض المعارضة فهي كما قلت لك أثمن هدية تقدم إلى الطبقة السياسية الحالية طيب نواب يطالبون بالتحقيق بإجبار منتسبين في الحشد العشائري على انتخاب شخصيات دون غيرها يعني ألا تجد هذا المؤشر تأكيد آخر بأن الانتخابات غير نزيهة وستلجأ الكتل الفاسدة لكل ما هو غير قانوني لتحقيق أهدافها هذا ما لها علاقة للانتخابات كجهاز إذا تحدثنا عن المفوضية أو الحكومة أو صناديق الاقتراع أو المراقبين الدوليين هذا نواب ديمارسون هذا الأمر لحسابات خاصة جزء من الفساد وإلا النائب كيف يمكن أن يجبر هناك لعد نواب أزيدك من الشعربيل كما يقولون الآن في كل المال تقريبا يشترون بطاقات الناقب بمبالغ وصلت إلى مبالغ كبيرة كما يقال هذا ما لها علاقة الآلية الديمقراطية والانتخابية من أين هذا المال سياسي فاسد أخير يعني من أين هذا المال والله هم يعرفون من أين هذا المال وكل الناس تعرف يعني هو اللي أو يوجد مال من الخارج هذا معروف وهناك مال من الداخل باعتبار أن الذي يمسك السلطة إذا أراد أن يفسد يفسد أما إذا أراد أن يكون نزيه فيخرج مثل ما دخل بريء من كل شيء ونزيه من كل شيء ولم يحصل على أي شيء وإدى وظيفته بشرف ونزاه نعم المحلل السياسي الأستاذ حمسة مصطفى كنت معنا وعلى الهواء مباشرة شكرا جزيلا لانضمامك إلينا